ترجمة نانسي قنقر 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 وصارت تطرح مسألة مدى نوافع العولمة أو مدى سيئاتها لأن مثلما العولمة إلى منافع وإلى حسنات كمان يبدو فتح الحدود وفتح العلاقات كمان بمكان آخر بيّن أنه إلا أضرار واليوم فيروس كورونا عم بيرجع لشوية نوع من الفصل تمأول الإنعزال بين الدول وهذا ممكن يترك أثر ويكون موضع أبحاث في المرحلة المقبلة بس الفارق في لبنان أنه وقت لما يجينا مشكل منها النوع للأسف من وقت لما انتهت الحرب عام تسعين لم يتم بناء دولة وقت لما أقول لم يتم بناء دولة يعني لم يتم بناء مؤسسات مؤسسات مدنية وأهلية ورسمية وبالتالي اليوم وقت لما حدا عم بيجي يطلق النار السياسي على وزارة الصحة اتناسى أنه كل هالسنوات السابقة لم تتم تجهيز المستشفيات الحكومية بما يلزم من معدات وأطقم طبية وفرق تمريضية وتجهيزات وآلات ومكانات تتكون كافية لا في حال حصل وباء أو أعنى بمشكلة تكون قادرة على تلبية الحاجات البلد دليل مستشفى البوار قداش عم بعزبوا للدكتور ناجئ زايدة صحيح تم الاهتمام بالاقتصاد الريعي تم الاهتمام بقطاع واحد يمكن قطاع المصارف تم الاهتمام بالمديونية وتلبية حاجات المديونية وخدمة الدين العام من دون بناء مؤسسات من دون بناء مرافق عامة من دون ما يكون عندنا دولة بكل ما للكلمة من معنا الدولة من الوزير ومن الرئيس الدولة هي البنى التحتية هي الإدارات هي المرافق العامة اللي بتكون جاهزة مين ما إجا الرئيس ومين ما إجا الوزير بتكون جاهزة ومؤهلة لخدمة المواطنة بس دكتور قبل ما حتى هذا السياق الإداري اللي عم تحكي عنه ليش المصالحة الحقيقية وقتها صارت؟ يعني نحن فيه مصالحة مظهرية لبنان معود على المظاهر وهيك وشي حلو أنه يستفيد منها شي جميل بس حتى بالعمق صار فيه مصالحة مظبوطة لا طبعا يعني وقت لما حصل اتفاق الطائف بالطريقة اللي حصل فيها والفرض اللي انفرض فيه على اللبنانيين كان فيه قسم كبير وشرائح واسعة من اللبنانيين واقفي ضد طريقة صياغة اتفاق الطائف وضد طريقة تطبيقه وزاد الأمر سوءا من بعد ما تم عملية فرضه بالقوة لاتفاق الطائف بظل الوصاية السورية تمت عملية تهميش لشرائح واسعة من اللبنانيين واجريت انتخابات نيبية بمنقطعة نسبة غالبة من اللبنانيين ورغم ذلك استمرت الأمور وتم يعني الحكم باستهتار تجاه الإرادة الشعبية وطريقة الحكم قامت على الإحجام عن تلبية مصالح الناس فقط الاهتمام بالطبقة السياسية اللي حكمت من التسعين حتى الأمس القرية كل شيء نشوفه من خلل في البنية التحتية كل ما تشتى الدنيا تقف الطرقات وقعنا بأزمة وباء صرنا بكارثة وطنية وضع المدارس وضع المستشفيات وضع الإدارات العامة وضع المرافق العامة وضع أزمة السير وضع البيئة مشكلة النوفيات مشكلة الكهرباء مشكلة الاتصالات كل المشاكل سواء على مستوى الإدارات أو المرافق العامة أو المؤسسات بالدل أنه اللي استلموا الحكم من التسعين ما كان عندهم اهتمام ببناء دولة بمعنى دولة مؤسسات وقانون وخدمة المواطن كان عندهم اهتمام الاستئصار بالحكم والثراء على حساب الناس من خلال تعهدات بشكل باهز من خلال خدمة الدين وسندات الخزينة لوصلنا لبلد باللي نحن فيه بلد بالحقيقة يفتقد إلى مقومات الدولة للعسف ويجب إعادة استاذ عالي اليمين بعد التسعين كان فيه حدا منفي كان فيه حدا محبوس كان فيه شرائع وزني بالمكون المسيحي اللي هو ضمن المكونات الوطنية كان فيه نوع من التهميش بالألفين وخمسة فخامة الرئيس خامة العماد يعني الرجل القوي اللي كان هو لبنان القوي بالتسعينات هو لبنان العماد القوي أو الزعيم القوي بالألفين وخمسة رجع على لبنان دكتور سامير جعجع خارج من الحبس أمي جميل واحقا ولكن كتيار وطن الحر وتيار وازن يعني اضطر أو ما بعرف شو المصطلح أنه بده من خلال التركيب اللي الموجودة بده يمشن كان بانتخابات عندما يستفرد بصير عنده شعبية أكتر أو بده ينتخب العماد عون اللي هو أكتر وزنا بالمكون المسيحي رئيسا للجمهورية بحاجة لهذه التركيبة اللبنانية كلها والأفريقاء اللبنانيين كلهم دستوريا وقانونيا أن ينتخبوا ودائما العماد عون بيعتمد على القوة الشعبية وبيعتمد على قوة المؤسستية أنه أنا بيقول أنا عندي ثلاثين نايب عندي ثلاثة وزراء عندي 11 عندي كذا ألف بأيدوني يعني ما فيك تخرج من التركيبة لحتى توصل على الحكم وبسوصل على الحكم تنتقد التركيبة لا بالحقيقة يعني إذا وصلت على الحكم مش معناتها بتتخلى عن انتقاداتك أو عن خطابك لا فيه واقع بالآخر نحنا ببلد نظام ديمقراطي بارلوماني توافق نعم تشارك نعم فريد من نوعه بالعالم نعم فيه منه يعني ببلجيكا في شفا هو بسويسرا في شفا هو بس ما فيتعطل الدولة ببلجيكا بما في زبرالية ضلت 11 شهر الحكومة اهي بس داد الإدارات ماشي لماذا؟ لأنه نبنيت مؤسسات نعم نبنيت مؤسسات وفيه زهنية مؤسسات نعم نحنا لنهي لأسف هذا الأمر منه قائم فإذا لمفر من احترام الكتل الأخرى نعم والمكونات الأخرى وممثلي الجماعات الأخرى التيار الوطني الحر إذا كان عنده خطاب سياسي رافض لممارسات الطبقة السياسية مش معناته هو بيقدر يلغيها اللي بيعدل بموازين القوى هو الناخبين إن الناس وقت لما في كتل معينة كنت بتحبها أو ما بتحبها بتأيدها أو ما بتأيدها ناس انتخبوها وجددول البيعة بالألفين وبالألفين وخمسة وبالألفين وتسعة وجزئيا بالألفين وتسعة عشر مبارح بالألفين وتمنتعشر بالربيع تحديدا انت منك قدران تتخطاها ولأنك بنظام يقوم على تشارك الجماعات التاريخية في حكم لبنان وفي تكوين السلطة وفي عمل السلطة انت إذن مضطر انك تتآلف معها لأن الناس اختارتها انت بفيك تختار عن الناس وقت لما الناس بيبدلوها أو بيحجموها أو بيفرزوا إيادات جديدة ساعتها بتتعامل مع الإيادات الجديدة بهاي المكونات بسبعة عشر تشرين ملاقات في نص الناس رفضوا النص التاني يعني اليوم وقت تجي بتعمل قانون انتخاب يعني طبعا القوة السياسية ما بتلغي حالها والطيار الوطن الحر هو من القوة السياسية وقت تجي تعمل قانون انتخاب بصوت تفضيل شو ما كان يعني على قياس القوة السياسية ما فيك تجي تقول انه هال 45% بيمثلوا كل 80% من الشعب يعني مش 45% أكثر 50% اللي صاروا بالشاركوا بالانتخابات 50% بالمئة بكل انتخابات استاذ جلال كانت المشاركة تكون 55% لا في مطارح 70% بلاحظات لا هذه بأقضية بس معدل عام ما بعتقد كان يوصل لها اكيد كان النسبة لازم تكون اكتر نعم بس مش معناتها نقارن 50% على 100% ولا مرة كانت مشاركة انا عم قرر لك 50% على 70% بس بسبع عشر تشرين الا بانتخابات بعض الاقضية مثل بالمتن الشمالة خصوصا انتخابات فرعية يكون التركز فيها شديد هيدي تصير استثنائية بس المعدل عام ولا مرة كان هيك اجمالا حوالها الـ 55% بس فوق ذلك بسبع عشر تشرين برأيك بقية يعني بايه يعني الإيديال بعضه موجود يعني من كسر من كسر نعم فيه اشياء تغيرت بسبع عشر تشرين نعم أكيد ولكن هيدا بده ياخد مساره يترجم وإطاره بالمؤسسات نعم أكيد فيه زهنية تغيرت فيه ناس أعادة النظر يمكن بخياراتها يمكن فيه ناس انتفضت على زعماء أو على الواقع أو على الواقع القائل إذا بتذكر نحن وياك كان يجينا على تليفونات أو يجينا وقتا ما كانش فيه تواصل عماد عون كيف كان يقول ما بتقدروا تغيروا بالمؤسسات وعملوا تظاهرات فوتوا على كذا عملوا إذا بتذكر يعني كانت تجينا هيك سرقة بس هايدي التظاهرات لا أنه توزع على لا مش هلأ مش هلأ قبل وقتا كان ما فيه هذا التواصل وقتا كان عماد عون بالخارج بالخارج بس ولا مرة العماد عون داعي لشي خارج المؤسسات كان يدعي لمظاهرات نعم بس ما كان يدعي لانقلاب ولكن يدعي لإسقاط المؤسسات كان يدعي للتظاهر للتعبير من أجل إسمع الصوت بوجه الاحتلال بوقته حتى بوجه الفساد أتباع الاحتلال وهون كمان بعد ما إجا داعي لكثير مظاهرات بوجه الفساد بوجه الممارسات الخطأ بس ما كان يدعي لإحداث انقلاب إطلاقا فإذا هيدا التغيير سواء بالزهنية أو بالخيارات ما فينا نقدر نعرف إديش حجمه وبقى أي اتجاه بيجي حدا بيقلك عم يتظهر ضد الآخرين بيجي حدا تاني بيقل له عم يتظهر ضدك بتدخل لأنه نحن بنظام ديمقراطي بارلوماني والنائب يمثل الأمة والنائب يملك وكالة غير قابلة للعزل لحد انتهاء وكالته لحد انتهاء الولاية والمحاسبة بتتم بالانتخابات النيابية المقبلة عند انتهاء الولاية هاللي حصل بـ 17-20 كتير منيح كقوة ضغط كقوة تأثير وهي اللي ساهمت هاي الحركة الاحتجاجية بـ 17-20 أكيد كان إليه دور إيجابي وبناء إذا شلنا على جنب الممارسات بعض الممارسات الشيزية إذا شلنا على جنب بعض الدخلاء على خط حركة 17-20 بعض مستضيل ماء العاكر بعض الناس اللي هني جزء راسخ من الطبقة السياسية منذ العام 1984 ومعرروا بلحظة ينفضوا إيديهم وينقلبوا على المستجدين على الحكم مختلفنا إذا حطينا هالشي على جناب منقدر نقول أنه 17-20 كان له آثار طيبة أولاً أنتج حكومة بتوحي بالثقة جدية علمية حكومة متخصصين نزهاء أكفياء بصورة عامة أصحاب اختصاص جدية رصينة منسجمة متعاونة على مستوى المرأة مشاركة المرأة فيها كتير كبيرة على مشتوى رئاستة شخصية بتوحي بالثقة من خارج الطبقة السياسية إذن خطوة أولى جدية هي أنه أنتج حكومة توحي السقة اثنين عم بيفرض على الطبقة السياسية وهج الحراك ولو هلأ خمد معطوف على دعم من قوى إصلاحية داخل السلطة لأن أنا دايماً بقوله وبكرر لا بكل الحراك إصلاحيين ولا اللي بكل السلطة فاسدين في جزء من السلطة إصلاحي كما أنه في جزء فاسد وفي جزء بالحراك إصلاحي وفي جزء غير إصلاحي إذا بيتحالفوا الإصلاحيين بالحراك مع الإصلاحيين في السلطة نستطيع تحسين موازين القوى لمصلحة الإصلاح وهيدا اللي شيء بلش يتحقق سواء بتشكيل الحكومة أو بمشاريع القوانين الإصلاحيين ما عندها مشاكل زيتها بالتعاطي دخلها مثل قبل يعني هلأ تعتبر حكومة تقلفت يعني تقريبا تقريبا الهوى واحد اليوم ليلة مثلا كلمة يعني أنا عم بيقلك وجهة نظر مش وجهة نظر يعني بيقلك مثلا في الصندوق الفلاني وفي المجلس الفلاني في كمان الكهرباء الفلانية ملف الكهرباء لش بس يجي حدا هايك بيقوله يعني بيقلك السيمنز إجا بيقلك بعطيك إياها بسبعة سنت بتكلفك 16 سنت الكيلو وات طيب ليه مثلا لا لا السيمنز مقبول ما بعرف لا الجزائر ولا إيران طيب ما في كتير عالم بتقدر تعمل لك شركة كهرباء أو تعمل لك كهرباء اللي هي كل سنة 3 مليار دولار بتخسرك صارت بخسرتنا 40 مليار ليه ما عم بيروحوا على الحل أستاذ جلال مثلا عم بعطي مسأل نموذج خط الموضوع الكهرباء ما أنه منه اختراع الزرة اختراع هو بناء معامل وتوزيعها الكهرباء وضعت خطة بالـ 2011 بإجماع الحكومة وبمباركة مجلس النواب تعدلت بالـ 2017 لأنه طرق تطورات من المقتلة بين 2011 تعديل بسيط طرق على الخطة بالـ 2017 وهاي كمان أقررت الخطة بالإجماع بالإجماع بمجلس الوزراء بالحكومة الجديدة تقررت كمان تم تبني الخطة ذاتها وقالوا إذا فيه من تعديلات بيقترحها الوزير وبترجع بتنشاف هاي التعديلات بس من حيث المبدأ الخطة نفسها لأنه ما فيه بديل واضح عن هيد الخطة وكل ما قيل عن عروض بالحقيقة قالوا الوزراء نفيوه كل شيء يجعوا إنه حكي في شيء خطي في شيء رسمي في شيء تقدم يعلنوه لقدم العرض يطلع يعلنوه اليوم الوسائل الإعلام مفتوحة وكل وسائل التواصل ما هو لو ما مرأت بإحدى الجرائد ما حكي وعلمه بدك تشوف مدى صحته الوزراء المتعاقبين نفيو جدية العرض أنا عم بطرح مش أنا عم بطرح عم بلك شوف بالمجتمع هيك بيحكوا بس الكلام ما شفنا شيء جدي حدا قال في عرض أرخص في عرض أوفر في عرض أسرع والوزراء امتنعوا الموقف من استعداد إيران لأنها تعطيك يعني ما فيها المنظمة الدولية ما بتقدر تقول لك إنه ليش عم تاخد دواء أو ليش عم تاخد كارب هذا شيء حيوي الموقف الواضح والصريح من إيران وقت لما بدك تاخد قرار نعم نعم على هالمستوى أكيد بدك شبه إجماع لبناني أنا إذا بتسألني إنه الحكومة اللبنانية تاخد من إيران بقول لك مرحبا اللي بيساعدنا أهلا وسهلا ما عدا العدول إسرائيلي فيما عدا ذلك من أمريكا من إيران من روسيا من الصين فليكن بس إذا عندك شركاء بمجلس الوزراء رافضين التعاطي مع إيران على هالمستوى لأنه عندهم يمكن علاقات ما بدون ينحرجوا عربية خليجية أمريكية أوروبية أنت بتقسم مجلس الوزراء ما أنك قادر تقسم مجلس الوزراء هل معك أغلبية كافية بمجلس الوزراء لإتخاذ هيك قرار ما معك أغلبية بمجلس الوزراء كافية لإتخاذ قرار فإذا بدك تقدم مشروع قابل للحصول على الرضا والموافقة شركائك بالحكم وتتكون عملي وتتكون واقعي انطلاءا من هون اللي بريد قوله ياريت بتنحط الحزازات على جنب هلأ نحن بالكورونا شو هلأ نعمل هلأ بالكورونا وقت لما عم بيتحدثوا طبعا عن حالة طوارق مثل ما بلشنا بجدية الحلقة إذا المقصود بالطوارق العسكرية أنه بدي ينوضع كل المؤسسات بإيد الجيش العالم نحكي عن مؤسسات الأمنية هاي لحتى يعرف المشاهد شو معناه حالة طوارق قانونة بدي يكون في منع تجول وبتنحصر الصلاحيات بإيد قائد الجيش طبعا هيدا قرار بياخدوا مجلس الوزرع بأغلبية لأنه بيطلع لك الفيزين بيقول ايه ايه عملوا حالة طوارق بس خلينا يعني المصطلح حالة طوارق يعني بدي تسكر المصارف بدي تسكر كل المؤسسات طيب هيدا شو بدي يرتب من هجمة يعني إذا قالت الحكومة أنا بعد يومين بدي أعلن حالة الطوارق يعني إذا بدي يصير في هجمة على المصارف على الأفران على السوبر ماركت على بدي يصير حالة هلأ حقيقية بس مش معناتها ما نعمل شي أكيد إحنا بحاجة نعمل شي نعمل حالة طوارق صحية 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 مدنية اجتماعية مثل ما هلأ صعير على أكتر يعني أنا بقول مثلا بيسوى المؤسسات والإدارات الرسمية تسكر أو تختصر أو تختصر أيام العمل أو ساعات العمل أو حتى يعني في جزء منها يسكر كليا لأنه هلأ ما فيه إلو حاجة ملحة وبالتالي أسبوع أسبوعين مواكبة لوضع الفايروس السين أربين يوم سوطروا على الفيروس معلاش لأنه هلأ نحن هدفنا كمجتمع وكدولة لازم يكون الحد تماما من انتشار البراد تقدر مستشفياتنا وجهازنا الصحي يستوعبوا الإصابات الجديدة لأن المشكلة الكبيرة إذا وصلت عدد الإصابات لمرحلة ماعد جهازنا الاستشفائي والطبي قادر يستوعب وساعتها بتكون الطامة الكبرى بدنا نبطئ بشدة حركة انتشار الفيروس وبدنا نحد قدر الإمكان من حالات العدوى لأنه ذلك بيخلي المستشفيات تستوعب وبهالوقت بيكونوا إن شاء الله شفيوا المصابين وصولا لتقليل العدد رويدا رويدا حتى انهاءه مع إغلاق المنافذ قدر الإمكان المطار المرافق المداخل قدر الإمكان رقابة مشددة لكان قطع الوقت نحد بشكل هائل إذا حصلت إصابة تكون مستشفياتنا قادرة على استعابة مع الأمل بهالوقت إما يكون نوجد علاج وإما إن شاء الله إذا على الحرارة يعني أنا مش اختصاصي يمكن على الحرارة تخف اللي عم بأفريقيا يبدو أغلب الدول الأفريقية ما عندها إصابات بيرزة فبيكون هيدا شانس لإلنا إنه نخلص من هال دكتور عدد يمين يعني إذا بدنا نحكي بشكل هايكي مبسط واجتماعي ما بتلاقي إنه كترة السياسي وكترة هيكي التحدي السياسي هو من صميم العمل الديمقراطي يعني كان كفته كتير راشحة عن العمل الإداري يعني بيّن مثلا مثلا نحن عم ناخد يعني في كتير مستشفيات حكومية بس نحن عم نعرف بالبوار دكتور ناجي كبير من مديونتنا العامة راحت على خدمة الدين العام بالوقت المستشفيات الحكومية والمدارس الحكومية والمرافق العامة بحال يرسلها للأسف الشديد ما تم الاهتمام بتأمين المرافق والإدارات والمؤسسات اللي بتخدم الشعب اللبناني تم الاهتمام بإسراء طبقة حاكمة متحالفة مع بعض رجال الأعمال وأنتجت اقتصاد ريعي صار الحاكم هو يحدد الفايد وهو يدين الدولة بذات الوقت بس كيفية مستفدين من كل الفئات طبعا ما عم نقول من فئة معينة عم نقول من كل الفئات اللي دخلت بهاللعبة من التسعين هلأ مش عم بقصد كل الفئات اللي اليوم بالحكومة أو كلها بمجلس النواب لا في ناس ما دخلت إنه حزب الله هلأ مثلا عنده مصرف لا إذا كان في ناس من ثلاثين سنة في ناس من خمسة عش وفي ناس حزب الله مبارح مشكل واحد بالحكم شارك في لعبة المجنونية بس الموجهة بالحكم مفروض يغير بكلام سيد نصر الله بيقول نحنا مناخد مساعدات مناخد أي شيء بس لكن تحت شرط السيادي اللبنانية حكي عن صندوق النقد الدولي يعني بوقت من اللقواد بيكون في عنده شروط بيخاف اللبنانيون منه أن تكون مؤامرة أو مخطط لرهن لبنان هل علينا أن نستفيد حضرتك كمحامي كبير وخبير دستوري وقانوني هل علينا أنه نتعطى بليوني أم بمروني يعني نشوف بهكي موضوع أستاذ جلال في خيار بين الأبيض والأسود عنا خيار تاني وتالت ورابع وخامس مش ضروري أنه يا ناخد سلط السندوق النقد الدولي على ما هي عليه من إملاقات وشروط أو لأ الخيار الآخر نرفض أي حوار أو تعاون أو مساعدة مع سندوق النقد الدولي فينا نفتش عن حل وسط فينا نتفاوض طبعا لأن سندوق النقد الدولي من مهماته إعطاء الاستشارة ولبنان جزء من عضويته بيدفع اشتراكات ففيه موضوع الاستشارات فينا نستمع فينا نستأنس مش ضروري نلتزم كليا بناخد الشي اللي بيناسب مجتمعنا ودولتنا فيه شي بيتعلق بالإصلاحات هيدا لو إجد طلب من مين مكان هيدا نحنا لازم نعمله هيدا ما بمثل بسيدتنا هيدا مطلب وطني وحاجة وطنية لأي دولة بدنا نعمل إصلاحات إن كان بموضوع مكافحة الفساد موضوع المناقصات موضوع رفع السرية المصرفية موضوع التقشف موضوع الحوكم الرشيدة التلزيمات الحكومة الإلكترونية المجالس السراضي هيدا كله الشفافية هيدا كله إلغاء السناديق والمجالس وهتأخرنا كتير علاقة أكيد هيدا نحنا بحاجة لقيله بلا جميلة الصندوق النقد الدولي وبلا جميلة أي مؤسسة عالمية هيدا أصلا نحنا لازم نعمله أما إذا كان فيه شروط سياسية أو حتى شروط ضرائبية لا تلاقي بالشعب اللبناني طيب صندوق النقد الدولي إذا إجا قالك اليوم بدك تزيد 10.000 ليرة على البنزين والشعب اللبناني ما إنه قدران يتحمل هيدا صندوق النقد الدولي بمكان ما بيفكر كآلة حاسبة إنه فيه دين كيف بدي يسكره فيها المصدر فيها المصدر فيها المصدر فيه إشياء لازم تصير يعني أي شكل من أشكال التهرب الضريبية لازم يتكافح على المرفق على الجمرك على الحدود وين مكان لازم يتكافح أي شكل من أشكال الفساد وهدر المال العام لازم يتكافح والضريبة التصعودية الضريبة التصعودية لازم تدعمل بس إذا بدوا يفرض شروط ضرائبية على الفقير لا الشعب اللبناني مش هدر يتحمل هون من هذا والسندوق اسمح لنا نحن في فرق بين إنك مش عم يتوضح للمشاهد أو للمواطن يعني المواطن بس عم بيقولوا إنه فيه إصلاح فيه درب يقول لك أنا شو بدي أعمل بدي أدفع بنزين بدي أعمل يعني كمان عم يتوضح للمواطن أي إصلاح وأي عملية تقشف وأي تحمل أعباء لازم يكون متناسب مع قدرات الفئات الشعبية بمعنى يعتمد مبدأ النسبية والتناسب كل فئة كل شريحة بيلحقها على قدر قدرتها يعني بالأول يعني واحد بيأخذ مليون ليرة عم يدفع ضريبة قد واحد بيطلع مليار دولار لا ما بيصير أي إجراءات موجعة بدأت تبلش بالفئات اللي قادرة تتحمل بأصحاب السروات الكبيرة بأصحاب المداخيل الكبيرة وبتصير تنزل تنازليا لتوصل للفئير آخر خيار وبالحد الأدنى لأنه المشاركة المجتمعية بتقتضي إنه تكون المشاركة متناسبة مع القدرة ما معقول تجي تحمل الفئير وتعفل غني أو تحملهم قد بعضهم ومن شين هيك أنت بدك تشوف شو بناسب مجتمعك على المستوى الضرائبي مجتمع اللبناني الوطني القومي الوطني القومي اللبناني بس بذات الوقت بدك تشوف قداش بيقدر شعبك يتحمل ما فيك تجي تاخد كل شروط صندوق النقد الدولي كما هي على المستوى الضرائبي وكمان بدك تبحث واتدق إذا كانت تستبطن شروط سياسية لأنه كمان صندوق النقد الدولي منه جزيرة منعزلة عن ضغوط الغرب وضغوط الولايات المتحدة الأمريكية وحتى السوريونية وربما فمن شان هيك أنت بدك تجي دايما تتعكد أنه الخيارات اللي عم بيطرحها عليك صندوق النقد الدولي ما بتمس بخياراتك الوطنية فيما يتعلق برفض توطين الفلسطينيين في لبنان رفض ابقاء النازحين السوريين أو توطينهم في لبنان المس بسرواتك الوطنية النفط والغاز بيترول المس بحدودك بحدودك البري والبحرية كذلك رفض المس بكل طاقاتك في مواجهة العدول الإسرائيلي أي شي بيقرب عليه من هالنوع من قل له لا إذا بتريد لسندوق النقد الدولي ما تتعاطى علما أنه هون بديميز بين خيارين في خيارات إذا وصلت الدول للإنهيار بتسلم ويسيطها لسندوق النقد الدولي ساعتها بيصير سندوق النقد الدولي هو حطت إيده على الكهرباء على التليفونات على الاتصالات هو صار كأنه إذا بدك مدير تفليسي أو وكيل تفليسي وفيه خيار تاني يكون دوره دور الاستشارة ربما المقرد بداينك بداينك بس أنت بدلك بدلك ما في وصع لك أنت سيد نفسك نحن بالحل التاني أوكي الحل اللي بيقوم على التعاون مع السندوق والتحاور مع السندوق والاستئناس برأيه السندوق إذا بيعجبنا ما خفز سيدتنا ومصالحنا الوطنية فليكن نحن عندنا ناس بتقدر تتعاطوا بشكل كتير تتعاطى عننا طيب دكتور عد اليمين بما أنه ذكرنا موضوع عن النزوح السوري برأيك الحكومة الحالية هل عندها بعض عائق أن تحكي مع الحكم بدمشق أو بسوريا لأنه فيه ناس بيقلك فيه حدا بيقلك أنه لا هاي مؤامرة خارجية بدون يخلونه هون لو شو ما كان ما فيه فريق ثالث هو معنا وهو الأول هو الحكم بسوريا هل الحكومة جاهزة لتحكي مع الحكم بعتقد الأمور عم بتصير أفضل على هالناحية أصلا عدم الحوار مع الحكومة بسوريا بموضوع إعادة النزحين بسوريا على سوريا ضر لبنان ما ضر السوريين يعني وحجة أنه لبنان بيعطي شرعية للنظام السوري إذا تفاوض معه بالحقيقة شرعية عفوا حجة سخيفة للغاية أولا لأنه مش لبنان بيمنح الشرعيات يعني الدول عم تحكي معهم في مجلس الأمن الدولي عنده ممثل الرئيس بشار الأسد بالأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري كما أنه الأمم المتحدة بتتعاطى مع الحكم بسوريا على أساس أنه هو الممثل الشرعي اثنين ما الدول العربية كلها عم تملش تعيد النظر وسفير الإمارات العربية المتحدة بسوريا عمل خطاب الصفارة عشاد فيه بالرئيس السوري ثلاثة هناك سفير للبنان بسوريا وتعين بحكومة الرئيس سعد الحريري لعهد الرئيس لعهد ميشيل عون وفيه سفير سوري في لبنان وفيه مجلس أعلى لبنان سوري وفيه وزراء راحوا على سوريا والسفير السوري هلأ مؤخرا زار الصرايا الكبير واستقبل رئيس الحكومي وبعدين نحن بحاجة نحكي مع السوريين لأن السوريين إذا بدوا يرجعوا النازحين بدهم أكيد يتأكدوا من ملفاتهم ربما من أوضاعهم من ظروفهم ما رح يجي يقبل تقولوا خدهم هيك وبالتالي أنه دبروا حالكم روحوا على بلادكم لا لابد من عملية تنسيق واللي بمكان ما وبضمن حدود معينة بواسط اللواء عباس إبراهيم أنتجت بعض الشيء من خلال إعادة بضعة آلاف بس وقت لما بدأت تتفعل وتصير على مستوى عالي لابد من لجان متخصصة لابد من التحاور بين الحكومتين تنبسق من هذا الحوار لجان متخصصة أمنية واجتماعية لأنه بالآخر هذا العبء علينا بس بتلاقي فيه استعداد عند الحكم السوري أنه يروحوا لأنه عادة بيقول ما بدوا إياهم إذا بتشوف المواقف الأمريكية والأوروبية بتعرف أنه اللي بهموا بقاء النازحين السوريين خارج بلادهم هن الأمريكيين والأوروبيين مش النظام بسوريا لأنه من نسبة لهم شغلتين أول شغلة إذا كانوا النازحين السوريين موجودين خارج سوريا وصارت انتخابات رئاسية بعد سنتين ممكن تكون ربما يتأثروا بضغط الحكومة السورية بالنسبة للرأي الغاربة اثنين بالنسبة للغارب أو مشكلة الغاربة ممكن أمريكا تحديدا وجود النازحين السوريين قد يخلق توازن قوى مع موجود حزب الله في لبنان وبالتالي مذهبية طبعا اليوم شفنا رئيس طيار الوطني الحر بعال الوزير جبران بسيل عمل مطالعة وعبر الفيديو إلى كل منصقيات الطيار والهيئة المركزية برأيك يعني كيف أول شيء تعليقك على هل وتوقيته بالحقيقة بهالأزمة طبعا الشعب اللبناني أكتر وأكتر عم يبرهن عن حسب المسئولية واليوم الطرقات فاضية وحملة الإعلام اللي عام فيها خليك بالبيت كتير بمحلة وكتير ضرورية لأنه محاصرة هذا الفيروس أول طريق له عدم الاتصال بحدا يعني قدر الإمكان تخفيف أي اللقاء أو اتصال هو بداية محاصرة هالمرض وبداية الخروج من هذا النفق الشعب اللبناني على المستوى العام برهن عن حسب المسئولية لحاله بادر إلى إقفال مؤسسات خاصة محلات كتير منيح على أمل أنه إن شاء الله الحكومة كمان التنين تكون عندها شيء توجه نحو إقفال ما أمكن وربما شكل عام الإدارات كذلك سمعنا خطابين خلال هال 24 ساعة فيهم مقدار عالي من الحس الإنساني والوطني خطاب السيد حسن نصر الله مبارح وخطاب جبران بسيل اليوم الاثنين بيّنوا عن حرص على شعبهم عن الاهدمان بإيجاد الحلول مش بتسجيل النقاط بوجه الخصوم ولا بتسجيل التبريكات أو المناكفات السياسية الطروحات اللي انطرحت بالخطابين إن كان خطاب السيد حسن نصر الله أو خطاب الوزير جبران بسيل اتنين وضعوا خريط الطريق لخوض هذه الحرب ضد فيروس كورونا لأن حرب حقيقية بكلمة الكلمة من معنا بتستدعي قيادي اللي هي الدولة طبعا وبتستدعي تضامن شعبي وتضامن أهلي وتضامن مجتمعي وبتستدعي إجراءات إجراءات إما ميدانية ميدانية اليوم الوزير بسيل عم بيطرح إنه بيجوا ناس بيتطوعوا من التيار لتوصيل الأكل للناس اللي بحالة الحجر الناس بتكون جاهزة لإجراء الفحوصات الطبية ناس مستعدة تتبرع بالمال هذه كلها الإجراءات الميدانية والبيلية والاجتماعية والتمريضية بحاجة لإلها ناس مستعدة يمكن تقدم فنادق سمعت أكثر من شخص مستعدة نقدم فندق لإله ليكون مكان لحجر الناس لأن المستشفيات قد لا تتسع كمان بالمستشفيات مش كل المرضى كورونا ما عندهم مرضى آخرين وبالتالي ما ممكن حجز كل المستشفيات فقط لمرضى كورونا مع الدعوة للبقاء بالمنزل لتخفيف الاتصال للوقاية التدابير النظافي طبعا كلها هايدي هالاهتمام على هالمستوى من حزبين كبار حزب الله وحزب الطيار الوطني الحر عسى أنه باقي الأحزاب بدل ما تتلهى بتسجيل الملاحظات والمناكفات بوجه الحكومة تتفرغ هي وكادريتها ومتطوعيها إلى هالموجه لمواجهة المرض بنكون عم نتقدم في المعركة سيئة بدكنا بمنطقة معينة هايك لإماما الحزب التقدم الاشتراكي كان عنده بعض الشغلات كان فيه تعقيم بمطرح وفيه ناس عم بتجول بالشوارع تدعي الناس للبقاء ببيوتها تجنبا للمرض فيه ناس متطوع عم بتوصل بالضاحية عرفت أنه فيه ناس عم بيوصلوا للناس اللي قاعدين بالحجر طبعا قبل ما يحكي سيد حسن نصر الله قبل بلشت فهيدي نحنا الإجراءات هاي المعركة مدعوين كلنا لنخوضها بالوقاية بالدعم بالانتباه بكل واحد شو بيقدر يكون عنده إما بالرأي أو بالمساعدة أو بالمال شو عنده استعداد يساعد اللي عنده فندق بيقدم فندق ما هيك هيك هلأ ما فيه سياحة هيك هيك هلأ ما علاش إذا كلنا ضامننا مع بعضنا قدمنا نموذج ببرهن أنه نحنا شعب متضامن ويستحق الحياة منحول هاي الأزمة لفرصة لفرصة لبناء زهنية إصلاحية وبناء وحدة وطنية حقيقية ولو كانت من خلال كورونا طيب دكتور عاد اليمين آخر سؤال حضرتك يعني طبعا لبنان ما أنه كبير لبنان صغير وحضرتك من جبل ومن بيئة فيها عادات وفيها تقاليد هل هذا الوباء رح يخلي اللبناني يرجع ينبذ الضغينة ويرجع لأصالته لمجتمعه أنه مهما كان المشكل سياسي يعني اليوم كلنا أربع مليين ولبنان عشر تاريف أربع مليين وخمسين كيلومتر مربع من بعد ما إن شاء الله منعبر هالأزمة الأزمة اللي هي فاقد كل الأزمات وكل الحروب رح يرجعوا لزهنهم أو لأصالتهم أو لهالعادات اللي مهما كان أداه كان يصير في حروب بلبنان عبر التاريخ وهيك يدهلهم مربع يعني يرجعوا يقضوا كلهم مع بعضهم هل هالمرة ممكن ينخفض مستوى منصوب الضغين عند الله كتير مرات أزمات وطنية كبرى بتأدي لنتائج إيجابية بعد نهايتها هيدا الأمر مفتوح على هايك احتمال لأنه الناس اليوم شعرت إداش مهم الصحة إداش مهم الحياة وعرفت إنه فيه إشي كتير نخيصة قدام الحياة وقدام الصحة وقدام العافية يمكن الناس كانت مثل هي بأحقاد بضغاء بحزازيات بشاماتات اليوم الخطر وحد الجميع وعمل بمكان ما تضامن من جهة وعمل كمان من جهة تانية وعي على أهمية وأولوية الصحة وأولوية الحياة ياريت وفيه احتمال كبير إنه تتحول هالأزمة لمناسبة من جهة للتضامن الاجتماعي ومناسبة لنرجع نبني إدارات ومؤسسات قادرة على مواجهة الكوارث نحن سصار عندنا هزلة سمح الله أو زلزال لو بسيط شو بيصير إنه لازم بقى نطلع يعني خلص فكرة يعني فكرة الاستفادة من السلطة كموقع للإسراء الشخصي لازم تسقط وقان الأوان لينصرفوا المسؤولين وبذات الوقت الناس يظلوا نياقزين لبناء دولة ومؤسسات وهيئات يكون عندها القدرة على تلبية حاجات الناس ومواجهة التحديات ومواجهة الكوارث ويمكن اليوم موضوع فيروس كورونا مناسبة للشعب من جهها وللدولة من جهتانية لنطلع على هكذا الله يسمع منك دكتور عاد اليمين اليوم المطران كريلوس بسروس بجريدة النهار عمل بافتتاحية حط بعنوان الأنانية والغيرية عم بيقول الأنانية موجودة بالقواميس كلها وحتى بالعربي والأجنبي الغيرية مش موجودة بالعربي موجودة بالفرنساوي يعني أنه الغيرية أنك تحب غيرك وما بعرف شو كذا وكذا بقى هادي أنه ما بعرضوا بعضهم أنه الأنانية بمعنى الواحد أنه بيحب نفسه بس مش عحساب غيره وبيحب غيره كمير يعني عم بيقول بمقالته أنه بس بها المنطق فيها فيه بأموس أنانية ما فيه الغيرية نحن بحاجة للتضامن الاجتماعي شكرا لكم مشاهدين الكرام نشكركم وأدمتم بخير